معنا للتعقيب الدكتورة علي قطب أستاذ المناخ صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباح النور أهلا بك يا أستاذة من أهلا وسهلا يا فرندم يعني ما هي أوجه الدعم اللي ممكن للتحاد الأوروبي يكون بيقصدها عند الإشارة إلى الدعم اللي سيقدم إلى مصر لإتمام عملية استضافتها لمؤتمر المناخ كاب 27 أو كاب 27 في نوفمبر إن شاء الله من العام الجاري في الحقيقة أنت حضرتك يعني أشرت في تقرير مختصر عن كل ما حدث وما سيحدث في كاب 27 مؤتمر المناخ العالمي الذي سوف يعقد على الأراضي المصرية في نوفمبر هذا العام هو مؤتمر له أهمية وجلل كبير جدا على مستوى العالم أن يعقد مثل هذا المؤتمر في البداية على الأراضي المصرية فهذه هي تعتبر بمثابة أن العالم ينظر مصر نظرة مرتفعة جدا 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 هذه النقطة الثانية الشراقة التي أشرت إليها من قبل الاتحاد الأوروبي نحن نتمنى أن تستمر هذه الشراقة وتدعيم مصر في المناخ الأخضر والمناخ الأخضر معناها تنفيذ للمشروعات التي تكون بها جمهورية مصر العربية من طبعا نقل حضارية كبيرة جدا سواء كان تخفيض نسب الإنبعاثات الكربونية عن طريق تخفيض الطاقة الكهربائية واستخدام طاقة بديلة لطاقة الوقود الأحفوري وبالتالي هيبقى فيه طاقة الشمسية وطاقة الرياح وإزياد كميات السيارات الناتجة والمستخدمة لهذه البيئة النظيفة نقدر أن نقول أن بالفعل مصر فيه احتياج شديد جدا لهذه الشراكات والتمويل الذي أشارت إليه المؤتمرات السابقة مثل مؤتمر جلاسكو الذي عقد فيه المملكة المتحدة في العام الماضي نقدر أن نقول هذه الشراكة تتمثل فيه التمويل وتنفيذ المشروعات التي نشر إليها زي القطار السريع وتخفيض عدد السيارات داخل العاصمة وزيادة المسطحات الخضراء واستخدام طاقة بديلة لطاقة الوقود الأحفوري نعم فكرة الانبعثات يا دكتور من أكتر الأمور والملفات الهمة جدا والمحيرة الحقيقة التي العالم تكلم فيها وكان طول الوقت في تبادل الاتهامات بين أطراف الدول النامية وبين الدول المتقدمة في الصناعات أن الدول النامية تقول الدول المتقدمة أكتر الصناعات التي فيها انبعثات ضر بالبيئة وبالغلاف الجوي بتأتي من مخلفات مصانعكم الكبرى وفي النهاية نحن والعالم كله يدفع هذا الثمن النهاردة الملف ده وصلنا فيه لإيه؟ لأنه لو فيه إحنا حركة طبعا عارف أنه فيه عندنا الماكرو ليفل والمايكرو ليفل أو المستوى الأشمل والأكبر والمستوى الأصغر فالمستوى الأشمل والأكبر هو طبعا عمل المصانع طبعا الكرة الأرضية طبعا والمستوى الأصغر هو العمل المصانع والمخالفات وما إلى ذلك النهاردة وصلوا لإيه يا فندم في هذا الملف يعني لو إحنا حتى بنتكلم على شكل من الأشكال الجميلة في الاتجاه إلى التنمية المستدامة وتحضر للأخضر زي ما مشى أهل مصر اللي إحنا مبسوطين أننا على الهوى بنقدم منه لقطات دلوقتي إزاي العالم يقدر يوحد جهوده عشان يتوجه لده؟ إزاي الصرخة هنا تكون حقيقية ونقول للعالم علينا البدء فورا في تقليل الإنبعاثات الضارة بكل أشكالها؟ الحقيقة أن الدول النامية وجمهورية مصر العربية في أفريقيا والعديد من الدول العربية في السعودية والإمارات بيقوم بتنفيذ التنمية المستدامة باستخدام طاقة نظيفة خالية من الملوكات الطبعية وده واضح من خلال المشاريع اللي بتنفذها الحكومة والمناخ الأخضر لكن المشكلة الكبرى في الدول الصناعية الكبرى التي تقوم تصدير هذه الإنبعاثات الكربونية من خلال المصانع من خلال التجارب النووية التي تتم في الفضاء طبعا إحنا بنتكلم على سطح الأرض الفضاء هو الأساس الغلاف الجو هو الأساس أي خلال في مكونات الغلاف الجو هيكون لديه تأثير سلبي على سطح الكرة الأرضية أي خلال في طبقة الإيزون وطبقة الإيزون هي طبقة مفلترة للأشعة الفوق بنفسجية الضررة ولا تسبب أمراض كرطانية هيكون لها الضرر على سطح الكرة الأرضية سواء كان الإنسان، النبات، الحيوان كل الكائنات الحية الموجودة على سطح الكرة الأرضية سوف تتضرر من هذه الإنبعاثات الكربونية طبعا الشراكة مهمة جدا جدا مع هذه الدول الاتحاد الأخوبي وأمريكا وروسيا وما إلى ذلك ولكن الحرب الجويرة ما بين أورانيا وروسيا لها أثار سلبية على البيئة والتلوث البيئي استخدام الدول الصناعية الكبرى للتجارب النووية لها أثار سلبية أيضا على أدولنا في المنطقة الأبريقية ومنطقة العربية لأننا متضررين وبالتالي أنا أتمنى أن تقوم الدول الصناعية الكبرى بتنفيذ سعر حداتها وتوصياتها من خلال المؤتمرات السابقة وهو مؤتمر كوب واحد كوب الخمسطة اللي حدث في فرنسا في 2015 واللي حضر السيد رئيس الجمهورية عن فتاح السيسي ومؤتمر لاسكو أيضا اللي كان في المملكة المتحدة في العام الماضي وهذه التوصيات هو تنفيذ التوصيات ما قيمته 100 مليار دولار سنويا للدول المتضررة من هذه الانبعثات الكربونية وعلى رأسها الدول الأفريقية طبعا في جمهورية مصر العربية بإيزة عامة مصر طبعا على بنسبة لأفريق هل مصر كدولة واعدة في هذا الملف تقيقة المال مستدامة وما تقدمه للعالم من خطوات جادة على الأرض بخطة عمل مفصلة نريد الوصول إلى هذه الأهداف عن طريق 1-2-3 وخطة عمل مفصلة رؤية واثقة الخطة ورؤية مبنية على الأهداف القابل تحقيقها والواقعية والخطط كلها اللازمة لتحقيق هذه الأهداف هل نستطيع أن نقول أن مصر من هذا المنطلق تلفت أنظار العالم أو هي بالفعل لفتت أنظار العالم وهو كان أحد الأسباب الرئيسية طبعا لإستضافتنا إن شاء الله قابل 27 في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بإذن الله في نوفمبر من هذا العام وعلى المدى الأبعد كمان من ذلك حتى ما بعد المؤتمر أن مصر يصبح لها الآن مكانة كبيرة وتسمع آراءها فيما يتعلق بملف المناخ تحديدا وهو أحد أهم الملفات الآن في العالم كله أستاذة مننا أنا عاوز أقول لحضرتك أن جمهورية مصر العربية قائمة بتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية وبالفعل أننا نحن على خطوة إيجابية قوية جدا في تنمية مستدامة باستخدام طاقة نظيفة جديدة واستبعاد الطاقة الوحود الأحفوري المشكلة في الدول الصناعية الكبرى أنها بتعمل تنمية مستدامة على حساب الإنبعاثات الكربونية على حساب التلوث البيئة ولكن هي لديها إمكانيات تكنولوجية ومادية أن تقوم بمواءمة هذه التلوثات البيئية في دولهم أما نحن في أفريقيا لسنا قادرين على تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى التي تتكلف مليارات الدولارات وبالتالي أنا أتمنى أن هذه الدول الانتحاد الأوروبي أو أمريكا أو الصين أو هذه الدول الصناعية الكبرى أن تلتزم بهذه التعهدات على أرض الواقع ليست فقط من خلال مؤتمرات وتوصيات ولكن تنفيذ لوجيستي واقعي نحن لدينا تنفيذ مشروعات قوية جدا أنا سعيد ومنبهر بهذه المشروعات وتمنى أن الحكومة تسير على هذه الخطة رغم أنه له تكلفة مالية تؤثر على الدولة وتؤثر على الفرد لكننا نتحمل في مقابل بيئة نظيفة خالية من التلوثات البيئية نعم نأمل ذلك جميعا دكتور علي قطب أستاذ المناخ جزيل الشكر لحضرتك فاندم لهذه المدخلة